الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم الأربعاء واحد ذي الحجة 1441 للهجرة يقول الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان في كتابه مجالس عشر ذي الحجة وأيام التشريق المجلس الثامن في وقت الوضحية وصفة الذبح الوضحية عبادة لها وقت لا تصح إلا به وهو من بعد صلاة العيد فإن تعدد المصلى فبأسبقهما فمن ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له وإنما هي شات لحم يأكلها هو ومن شاء وليست بشات نسك ويلزمه أن يذبح مكانها أخرى بعد الصلاة لحديث جندب بن سفيان البجلي قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتا مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله رواه البخاري ومسلم وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء الحديث رواه البخاري ومسلم وإن كان المضحي في مكان لا يصلى فيه العيد كأهل البوادي والمسافرين فيعتبر قدر وقت الصلاة والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي خطبة العيد تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله ومن كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ولا يوكل في ذبحها لحديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده رواه البخاري ومسلم وتجوز الاستنابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنه بيده واستناب عليا في نحر ما بقي من بدنه وعند الذبح تراعى الأمور الآتية أولا الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذبح ومن ذلك أن يكون الذبح بآلة حادة وأن يمرها على محل الذبح بسرعة وقوة لأن المطلوب وجوب الإسراع في إزهاق النفس على أسرع الوجوه وأكملها من غير تعذيب وعن شداد بن أوسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم ويكره أن يحد السكين والبهيمة والبهيمة تنظر إليه لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز رواه بن ماجه وأحمد وحسنه الألباني ولأن حد السكين وهي تبصر يؤدي إلى إزعاجها وهو ينافي الإحسان المطلوب ولا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها لما ذكرنا ثانيا إذا كانت الأضحية من العبل فتنحر قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله عز وجل فاذكر اسم الله عليها صواف قال ابن عباس قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى وإن كانت من غير العبل فإنها تذبح مضجعة لأنه أرفق بها ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها ويكون الإضجاع على جنبها الأيسر لأنه أسهل للذابح في أخذ السكين باليمنى ويمساك رأسها باليسار إلا إذا كان الذابح أعسر وهو الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى فله أن يضجعها على الجانب الأيمن لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح منها ولا يجوز أن يلوي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة لأنه تعذيب لها الأمر الثالث أن يستقبل بها القبلة عند الذبح لحديث جابر رضي الله عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجؤين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي الحديث أخرج أبو داود وابن ماجه وإن وجهها إلى غير القبلة أجزأ إذ لم يقم دليل على الوجوب والله أعلم رابعا تجب البسملة فيقول بسم الله لقوله تعالى فكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا أخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع ابن خديج ويستحب التكبير الله أكبر مع التسمية ولا يشرع الزيادة عليهما إلا الدعاء بالقبول عند ذبحها لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ويسمي عند الذبح من هي له ويدعو فيقول اللهم هذه أضحيها عن فلان يعني نفسه فتقبل مني أو عن فلان فتقبل منه وأما مسح ظهر الأضحية عند تسميتها كما يفعل بعض العامة فهذا لا أصل له ولا تشرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لأنه غير لائق بذلك لأن فيه إهام الإهلال لغير الله تعالى ولا تسن زيادة الرحمن الرحيم لعدم ورودها فالاقتصار على المأثور وهو بسم الله فقط ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادها إلا إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين والمعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه فلو سمى على شات ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية وأما تغيير الآلة فلا يؤثر على التسمية خامسا لا بد من إنهار الدم وذلك أبلغ ما يكون بقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا وتمام ذلك بقطع أربعة أشياء الحلقوم والمريء والودجان والحلقوم قصبة الهواء وهو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام سادسا يحرم على الذابح أن يفعل بالذبيحة ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو قطع شيء من عضائها قبل أن تخرج روحها من جميع أجزائها لما في ذلك من تعذيب الحيوان وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت انتظر حتى يتيقن موتها والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد